حاجة تانية بقى جميلة جدا جدا في قمة الروعة اللي في الكون ده كله اللي هي يا دكتور عمر كتير من النساء بيقلقوا قوم نقطة واقسم باللادي من أهم النقاط العاديين نثيرها للادي في حديث لنبع السلام حديث صحيح النساء أكثر أهل النار أكثر أهل النار الحديث ده مش مرعب أنا أفكر يا دكتور عمر فيوم الأيام دخلت مكتبة بحتاج طبعا أجدد مكتبتي دايما فدخلت مكتبة فلقيت كتاب كده في الوش والله ما أنسى اليوم ده مكتوب عليه النساء وأكثر وأهل النار قلت بالحضرتك العلوان مرعب لا ده كمان عشان يزود رعب راسم وشه واحدة بس طمس عينها وفتح الفم ومطلع من بقاه نار فدخلت على صاحب المكتبة قلت له بالله عليك يا أخي ربنا يحفظك وبرفيك والله يا أخي أنا ما بقولكش ماشي كتاب فلان وقف كتاب فلان أنا مش دعوة ديش بتاعتي بس الله يبرفيك الكتب اللي تيقس الناس من رحمة ربنا قبلش منها الله يبرف عمرك احنا مش نقصين يأس الناس تعبانة هتيجي تيقسهم من رحمة ربنا فقال لي الله طب مش دعوة حديث صحيح قلت له حديث صحيح وتفهم غلط فقال لي ازاي قلت له تعالى اشرح لك بقى قعدت معاه يومها في المكتبة ربع ساعة الرجل في اليوم ده دكتور عمر والله ما أنسى الموقف ده رحمي نادي على الشاب اللي شيران معاه في المكتبة قال له طلع عن نوسك دي كلها ورجعت صاحبها ما جيب ليش كتب دي تاني هنا يعني ايه النساء اكثر اهل النار من قدر الله سبحانه وتعالى دكتور عمر في اخر الزمان انه من دمن برضو من دمن علامات الساعة الصغرى وهذا الكتاب ايضا مذكور في دار الرحلة دار الاخيرة ومذكور في قصة النهاية ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان عدد الرجال سيزيدوا على عدد النساء حتى يصبح لكل قيم من خمسين امرأة حديث صحيح طيب يعني ايه يصبح لكل قيم خمسين امرأة يعني ايه خمسين امرأة يعني انا هجوز خمسين لا قالك لا يعني انا ابقى مسؤول عن الانفاق والاشراف ومراعاة حياة والظروف خمسين واحدة في اخر الزمان الاحصانيات دلوقتي يبطيلي يا دكتور عمر ان عدد النساء فعلا اكتر من عدد رجال طب عدد النساء اكتر من عدد رجال ليه قالك لسببين سبب الاولاني ان ممكن ربنا يقدر سبب معين في اخر الزمان كأن مثلا تكثر مواليد الانثى عن الذكور تمام فيكثر عدد النساء اكتر من رجال السبب التاني كثرت الحروب والحروب في الغالب لا يقتل فيها الا من الا رجال في الغالب ممكن يقتل اه نساء لو حاجة نزل فوق بيت فيه يقتل انما في الغالب من اللي بيحارب هو الرجالة فالفة بهذا السبب وكثرت الحوادث واغرب اللي بيخرجوا عشان يشتغلوا هم الرجالة فقالوا بتقدير من عند المولى عز وجل سواء لسبب نعرفه او لا نعرفه هيكون عدد الرجال في اخر الزمان بالنسبة للنساء واحد الى خمسين كل واحد قدامه خمسين واحدة قال لي طيب قلطلوا بقى شوف خبالك من حاجة فلو اني دخل دخل يوم الايامة ادي خمسين امرأة وقدي قدامهم ايه رجل واحد تمام كده لو دخل ثلاثة او اربعة من النساء النار وقدامهم رجل من النار دي رجل دخل النار يبقى كده النساء ايه اكثر اهل النار صح كده يبقى دخل اربعة ودخل رجل قدامهم في النار طب تعالى بقى نرجع للجنة نشوف الصورة التانية بقى طب دخل واحد الجنة وقدامه ستة واربعين امرأة في الجنة يبقى برضو والنساء اكثر واهل الجنة ده بحث انا عامله في كتاب يوم في الجنة ده بحث في غيط الروعة بحث جميل جدا جدا وبحث والله ما استنت فيه الا على اقوال اهل الانم واحدة الصحيحة يبقى بشرة جميلة لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك او اعجاب ودوس على كلمة الاشتراك او سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناة والدعمنا وكمان ما تنساش تفعل علامة الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنوي وطبعا هتعمل شير لاصحابك عشان يستطيع